أهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد الذي نتحدث فيه عن آخر أخبار التحديثات وهذه المرة مع هاتفين آخران ينضافان للائحة الأول وهو هاتف من LG والثاني هاتف من هواتف سامسونج قبل البدء أدعوكم للضغط على زر الإعجاب والاشتراك لكي يصلكم آخر أخبار التحديثات تلقى هاتف LG Velvet 5G تحديث أندرويد 11 المستقر في يناير والآن النسخة LTE تتلقى أيضا تحديث أندرويد 11 لا يتوفر حاليا تقرير مفصل للتحديث لكننا نعلم أن التصميم الجديد يأتي مع ميزات أندرويد 11 المعتادة مثل فقاعات الدردشة والسجل للإشعارات كما أنه يضيف ميزات الكويك فيو والنايت تايم والليبس إلى تطبيق الكاميرا الافتراضي يتم حاليا نشر تحديث أندرويد 11 الخاص بـ LG Velvet LTE في كوريا الجنوبية ومن المفترض أن يصل إلى جميع الوحدات في الدولة في قضون أسبوع أو أسبوعين مرة أخرى تؤكد LG أنها ستصدر أندرويد 12 لكل من الـ LTE والـ 5G من الـ Velvet لكن ليس لدينا أي إطار زمني لأن جوجل لم تطلق بعد الإصدار المستقر لنظام أندرويد 12 الآن نمر إلى جديد سامسونج حيث يعد Galaxy A30s وحدث جهاز يحصل على أندرويد 11 مع الـ One UI 3.1 الذي يحمل رقم الإصدار التالي ويجلب معه تصحيح الأمان لشهر مايو التحديث الآن موجود بروسيا والهند ومجموعة من المناطق الأخرى وحتما في الأيام القليلة القادمة سوف يصلك التحديث يجلب التحديث الجديد ميزات مالوفة إلى الـ A30s مثل الأدونات لمرة واحدة وفقاعة الددشة وعناصر التحكم في الوسائط التي تم إصلاحها جنبا إلى جنب مع خيارات الرفاهية الرقمية المحسنة وخيارات قفل الشاشة الديناميكية من المتوقع أن يصل التحديث الجديد إلى المزيد من المناطق في الأسبوع القليلة القادمة نأتي إلى نهاية الفيديو ألقاكم في فيديو قادم إلى اللقاء